اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي في حلقة جديدة من حلقات المراجعة النهاردة هنتعامل مع مجموعة من الـ Grammatical Rules بالتحديد هنراجع قواعد الجرامر وبالتحديد اكتر هنراجع على الازمنة النهاردة حلقة خاصة بالازمنة طبعا احنا عارفين ان الجرامر من الحاجات السهلة جدا جدا بس احنا نحب الجرامر الازمنة برضو شيء سهل هناخد القواعد اللي بتاعكم كل زمن وهناخد بعض الامثلة وان شاء الله الحلقة بتاعت النهاردة هتكون حلقة من الحلقات اللي هي يعني مفيدة جدا فتكونوا يعني نحاول نركز مع بعض نحاول نكتب كل النوت اللي احنا نكتبها اول زمن هنتعابل معي النهاردة هو The Present Simple وطبعا هو من الازمنة اللي كتير قوي بنستخدمها في هو زمن بيهتم بالفاكس الحقائق بيهتم بالعادات اليومية اللي بتحصل او العادات بتحصل بشكل متكرر سواء يومية او شهرية او سنوية باختصار البرزن سيمبت بيتحدث عن كل ما هو ثابت في المدارة يبقى مدارة البسيط هو زمن بيتحدث عن كل ما هو ثابت في المدارة يعني لو كلمت على مستوى العادة العادات فهي شيء بيحدث بشكل ثابت او بشكل متكرر تمام في المدارة يعني في تكرار بشكل ثابت يعني انا مثلا كل يوم بعمل نفس الشيء او كل شهر بعمل نفس الشيء وهكذا باستخدمه كمان للمواقف الثابتة يعني لو انا مثلا عايز اتكلم عن شيء ثابت عندي فانا مثلا بحب مثلا القتط بكره مثلا سبايدرز العناكب فدي حاجات ثوابت عندي اذا اتكلم عن انا عايش فين وبعمل فين فالمكان اللي انا عايش فيه لحد ما بيكون ثابت ما بيتغيرش كل يوم مثلا طيب تعالوا هنشوف الشكل بتاع present simple the present simple جاريت ندون اي معلومة مع بعض ده present simple طبعا احنا عارفين ان احنا نحط للverb اللي هو المدارة البسيط مدارة البسيط نحط للفعل بتاعنا s او yes او yes مع he لو الفعل بتاعنا he او she او it او مفرد فساعدتها بنحط الفعل بتاعنا نحط للفعل s او es او is على حسب نهاية الفعل لو الفعل انتهى نهاية عادية بنضيف له s في الطبيعي بنضيف s لو انتهى ب s ناخد امثلة على الكلام ده قالنا دو انا مثلا عندي he فهي بتاخد اضافة في الفعل بتاعها he هنقول watch ولا watches طبعا الفعل بتاعي watch بينتهى ب ch هو طبعا عشان معايا he فهضيف اضافة هضيف s او yes او i e s طبعا عشان نهاية بتاعتي ch فهنضيف es he watches tv everyday هو يشاهد التليفاجين everyday كل اي يوم طبعا واضح جدا من الجملة بتاعتي انها بتعبر عن عادة في المضارع تمام هو بيشاهد التليفاجين everyday لو خدنا بالنا هنلاقي ان مع هي ضيفنا s او is على حسب نهاية الفعل بتاعنا لكن لو عندي مثلا فعل زي study وقلنا شي she هتبقى study ولا studies طبعا she studies bravo لان she تاخد اضافة بس بتنتهب y study بينتهب y فنعمل اي بنشيل y ونحط i e s فهنقول she studies مثلا english everyday اوكي لو احنا قلنا مثلا مصطفى مصطفى طبعا ده مفرد فهنضيف للفعل بتاعنا s او is على حسب النهاية بتاعته فلو قلنا مثلا مصطفى بيحب البيتزا فهنقول مصطفى likes bravo هنضيف s بس لان الفعل انتهى نهاية عادية فهنضيف له s بس مصطفى likes مثلا بيحب البيتزا يبا احنا منضيف للفعل بتاعنا s او is او s بس على حسب النهاية بتاعته لكن مع الفعل اللي هو i لو الفعل بتاعنا i او they او we او you او اي اسم جامعة بنحط الفعل زي ما هو بدون اضافات فنمثلا عندي i اهو they اهي we ويو واي اسم جامعة بنحط الفعل او بنحط الفعل في المصدر فعل بدون اضافات فمثلا هقول i i مثلا live in cairo i live in cairo ما ضفتش حاجة لان الفعل بتاعي ايه i they مثلا like pizza they like pizza ما ضفتش حاجة عشان الفعل بتاعي ذي يبقى مع i و they و we و الجامعة i و they و we و you و الجامعة بنضيفش حاجة في present simple في المدارع البسيط بنستخدم المدارع البسيط للعادات اليومية فانا ممكن اقول i drink i drink i drink و the i drinks طبعا i drink لعادة يومية i drink coffee every day مثلا لعادة ممكن استخدمه للفاكت فممكن اقول مثلا the sun the sun the sun rises حقيقة عالمية rise طبعا الفعل بتاعي rise بس عشان انا عندي الفعل بتاعي مفرد ايه بها نضيف للفعل s او es او i es فطبعا هو انتهى نهاية عادية فهنضيف له s فنقول the sun rises in the east او from the east اوكي بحقيقة كمان ممكن استخدم الفرزن simple ف timetables لقداول المواعيث انا ممكن اقول the plane الطائرة to london الطائرة اللي راحة london ما لها take ولا takes takes off لنهي طائرة واحدة takes ضفن s takes وحنا عرفين هه وشي وقت والمفرد والمفرد بياخذ s او is في الفعل بتاعه takes off بتقلى take off يعني يقلى او يخلع ملابسه takes off مثلا at 5 pm at 5 pm في الخامسة مساء ممكن استخدمه ده طبعا جدول من جدول المواعيد the plane to london takes off ممكن استخدمه for permanent situations المواقف الثابتة فهنا ممكن اقول مثلا i hate fighters انا بكره العناكب طبعا هيت ما اخذتش اضافة لان الفاعل بتاعنا i نراجع تانا على الكلام اللي احنا قلناه طبعا i drink coffee everyday دي عادة يومية عادة في المضارع اوكي the sun rises in the east طبعا دي حقيقة علمية the plane to london takes off at 5 طبعا دي جدول من جدول المعيب فيه and then i hate spiders ده موقف ثابت بنقول عليها مواقف ثابتة في المضارع مواقف ثابتة انا بحب ايه انا بكره ايه انا عايش فين بشتغل فين كل دي حاجات سابتة كتبنا الexamples دي الاربع استخدامات بتوع present simple عرفنا ان احنا بنضيف ل present simple بتاعنا s او is مع he و she و it ولو اي فاعل مفرد مصطفى احمد the child الطفل فطبعا الفاعل مفرد فنضيف للفاعل s او is لكن لو الفاعل بتاعنا i او they لو الفاعل بتاعنا i او they او we او او اي اسم جمع فبنحط الفاعل في infinitive دي استخدمات present simple في عندنا بقى ال key words او time references بتاعت present simple time references بتاعت present simple هي انا مش عايزين نحفظ طبعا احنا عايزين نفهم present simple بعبر عن ثوابت في المضارع او اشياء بتحدث بشكل متكرر في المضارع فتلاقي بقى every day every week every month تمام اهتلاقي always usually often sometimes وبيسويها occasionally sometimes اللي معناهم احيانا في عندنا rarely seldom نادر and hardly ever whenever كل دي كلمات بتيجي مع present simple المضارع البسيط المضارع البسيط هو زمن يتحدث عن ثوابت المضارع سواء كانت اشياء ثابتة بشكل مطلق يعني حقائق ما مثلا ممكن اقول water الماء boils at 100 ديجريز بيغلى عند 100 درجة فده شيء ثابت بشكل مطلق او ممكن يكون شيء ثابت بشكل نسبي فانا ممكن اقول مثلا انا عايش في القاهرة I live in Cairo مدارع بسي prison simple بيستخدم بيستخدم كمان ل time tables جدول معيد أو schedules فانا ممكن اقول the English session starts at 5 بتبتدي ساعة مثلا 5 the plane to Alex القطار الطائرة الرايحة Alex مثلا takes off at 7 PM وهكذا ده من نسبة prison simple في على الناحية التانية في عندنا حاجة اسمها the past simple past simple هو زمن الماضي البسيط لو لاحزنا انهما الاتنين simple ده بسيط وده بسيط باختصار احنا ممكن نقول ان المضارع البسيط أو الماضي البسيط هو نفس استخدامات المضارع البسيط المضارع البسيط والماضي البسيط يعني نفس الاستخدامات ولكن في الماضي يعني الماضي البسيط هو نفس استخدامات المضارع البسيط بس في الماضي يعني انا بكلم مثلا عن عادات في المضارع فبستخدم مضارع بسيط مثلا اقول milk every day when I was young طيب حلو قوي باستخدم الماضي البسيط كمان للpermanent situations in the past أشياء ثابتة في الماضي يعني هنا كنت باستخدمهم باستخدم المضارع البسيط لأشياء ثابتة في المضارع تمام ماضي البسيط أشياء ثابتة في الماضي فأنا ممكن أقول I مثلا liked كنت بحب I liked cotton candy when I was young I liked cotton candy when I was young كنت بحب غزل البنات لما كنت صغير I liked هنا past simple ده بالنسبة لي past simple past simple باستخدم الأحداث انتهت في الماضي وليس لها علاقة بالحاضر على الإطلاق فأنا ممكن أقول I visited my grandma مثلا last week تعالوا ناخد الماضي البسيط الشكل بتاعه والاستخدام طبعا أنا عندي بالنسبة للماضي البسيط هو بيقسم لنا الأفعال نكتب الأول the past simple ده past simple اللي هو الايه الماضي البسيط الماضي البسيط ده هو بيقسم لنا أو بيتعامل مع الأفعال على أساس أنهم نعين في أفعال بنقول عليها regular أفعال منتظمة عادية أفعال عادية وطبعا معظم الأفعال عادية وفي أفعال irregular وفي أفعال غير عادية أو غير منتظمة بالنسبة لأفعال العادية بالنسبة لأفعال العادية بنضيف لها ed أحيانا بنضيف d بس وأحيانا بنضيف i ed ببدو على حسب نهاية الفعل زي بالزبط في present simple كنا في الطبيعي بتاعنا بنضيف s أحيانا بنضيف es وأحيانا بنضيف is هنا نفس الكلام في ed و d و i ed بس طبعا الطبيعي نحنا بنضيف ed زي مثلا في كلمة help فهتبقى health visit هتبقى visited okay لكن لو انتهى الفعل بتاعي ب-e زي like مثلا انتهى ب-e فهضيف له d فقط لو انتهى ب-y وقابل y حرف second فكذين كنا في present simple بنشيل ال-y ونحط is هنا في الباستة simple بقى بنشيل ال-y ونحط i ed مثلا في الفعل study انتهى ب-y وقابل y حرف second فبنشيل وقابل بنحط iez يبقى studied تمام كده بنسبة لأفعال المنتظمة بنعمل معها كده بنسبة لأفعال اللي هي irregular أفعال اللي هي irregular أفعال غير منتظمة irregular verse irregular 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 verse أفعال اللي هي الغير منتظمة أو بنقول عليها أفعال شذة فبناخد منها التصريف الثاني فمثلا زي كلمة go الباست منها الماضي منها went والباست باست بالتصريف الثالث gone زي مثلا drink الباست منها drank والباست بالتصريف الثالث drunk drink drank drunk تمام في عندنا write يكتب الباست منها wrote كتب ده الماضي والتصريف الثالث written طيب أنا دلوقتي بالنسبة للافعال العادية قلنا بنضيف d و ed و i ed عشان نحطهم في الماضي فمثلا visit يزور بعد visited لكن عندي فعل زي go ده فعل غير منتظم ما ينفعش أضيف له ed قالينا لأ لازم نحفظه وناخد منه التصريف الثاني لما بنيجي نتعامل أو نحط الفعل في الماضي فجوه الماضي منها went ذهب drink الماضي منها drank شارب write يكتب الماضي منها wrote كتب طيب بالنسبة للتصريف التالت ده قالينا التصريف التالت يستخدم في الأزمينة التمة اللي احنا نتكلم فيهم ان شاء الله أزمينة التمة طيب احنا بداية التصريف التالت كثيرا ما يستخدم لإعطاء معنى الصفة فمثلا كلمة write يكتب written مكتوب فأنا ممكن أقول مثلا written test بتحل مكتوب written contract عادي مكتوب drunk برضو هي التصريف التالت الفعل drink فdrunk ممكن تبقى تيجي بمعنى مثلا مشروب شيء مشروب أو تيجي معنى سكران تمام فدي استخدامات للتصريف التالت لكن التاني بيستخدم في الماضي التصريف التاني يستخدم في الماضي فانا لو انا مثلا عايزة أقول انا ذهبت إلى السينما بالأمس فانا هقول I I ago ذهبت بقى التصريف التاني اللي هو رقم اثنين ده أوكي فانا هقول I went to the cinema ذهبت إلى السينما yesterday بالأمس أوكي عايزة أقول انا مثلا شربت كوفي last night الليلة الماضية فانا أقول I drank كوفي last night ده بالنسبة لشكل الفعل في الماضي البسيط الماضي البسيط قلنا بنستخدمه number one for past habits للعادات في الماضي وده طبعا على عكس present simple present simple وبستخدم لإيه للعادات في المضارع present habits present habits عادات المضارع طيب هنا ممكن أقول مثلا I I I played in the street مثلا every day in the street every day when I was young every day when I was young عندما كنت صغيرة هنا ممكن أقول مثلا the present أقول I مثلا drink أنا بشرب قهوة I drink coffee every day لعادة في المضارع أنا بشرب قهوة في المضارع بشكل متكادل هنا في الماضي طيب ده بالنسبة لأول فرق ما بين الاثنين لعادة في الماضي لعادة في المضارع الماضي البسيط بستخدم لعادات الماضي تمام عادات الماضي والمضارع البسيط بستخدم لعادات المضارع عادات المضارع أوكي طيب ده بستخدم لأي past states مواقف ثابتة في الماضي مواقف ثابتة مواقف ثابتة في الماضي ده مواقف ثابتة في المضارع فأنا ممكن أقول لكم هنا I liked أنا كنت بحب مثلا cotton candy I liked cotton candy كنت بحب غزل البنات وأنا was young عندما كنت صغيرا عادة في الماضي مواقف ثابت في الماضي لكن هنا ممكن أقول I like أنا بحب I like مثلا A كوفي أنا بحب A القهوة فده طبعا موقف ثابت في المضارع بستخدم الماضي البسيط لأحداث انتهت في الماضي وليس لها علاقة بالحاضر أحداث انتهت في الماضي وليس لها علاقة بالحاضر بالحاضر فأنا ممكن أقول لكم مثلا I I visited مثلا my grandma yesterday I visited my grandma yesterday تمام ده موقف حدث في الماضي وليس له علاقة بالمضارع طبعا عارفين باقي الاستخدامات بتاعة present simple وقلناها اتكلمنا فيها غير عادات المضارع وموقف ثابتها في المضارع جدول الموعيد وطبعا الحقائق طبعا time references بتاعة الماضي البسيط كل ما أو كل تعبير زمني بيكون أو بيدي نفس أو بيدي معنى الماضي يعني أو بيعبر عن الماضي فعنا مثلا ممكن اقول ياسا داي بالأمس last week الأسبوع الماضي last month الشهر الماضي two days ago من يومين فاته وهكذا in مثلا 2005 في 2005 كل دي حاجات تعبيرات زمنية مرتبطة بالماضي فبستخدمها في الماضي خدوا بالكم اني كل التعبيرات الزمنية دي اللي هي ياسا داي last و ago اللي بيتيجي في past simple بستخدمها برضو في كل الأزمنة الخاصة بالماضي أزمنة الماضي كلها سواء past continuous ماضي مستمر أو ماضي تان بس طبعا اللي بيحكمني معنى الجملة ولو فيه تعبيرات أخرى بيتبين لي الزمن ده يترى هو past simple ولا past continuous هنتكلم بالتفصيل في التعبيرات الزمنية فأنا ممكن أقول مثلا I was playing أنا كنت بالعب I was playing computer games all the day yesterday فأنا حطيت كلمة ياسا داي ماضي مفروض انها تبقى ماضي بسيط لانا لا مش لازم بالضرورة تبقى ماضي بسيط ممكن تبقى ماضي مستمر I was playing دا اللي احنا نتكلم فيه بعد شوي I was playing فاستخدمت ياسا داي مع الماضي البسيط أو الماضي المستمر أو الماضي التان بس اللي احنا خدنا بالنا وقلنا I was playing أنا كنت بالعب all the day طوال اليوم ياسا داي تمام ف all the day داي هي اللي خليتني استخدمت ماضي مستمر all the day ما قلتش ما قلتش ياسا داي علات قلت all the day طوال اليوم ياسا داي بالأمس طوال اليوم بالأمس يبقى الحدث هنا أطول فاستخدمت ماضي مستمر والماضي المستمر بيستخدم الأحداث أطول في الماضي طيب دا بالنسبة لل Present Simple و Past Simple طيب بالنسبة للPresent Continuous وال Past Continuous Present Continuous هو المضارع المستمر بنعمله ازاي من am و is و are و verbi نجي تعالو احنا نكتب مع بعض و نكتب الاستخدامات بتاعته كمان بيقول لنا the present continuous سميه present continuous أو present progressive اللي هو المضارع المستمر بيكون طبعا مضارع المستمر من am أو is أو are plus البرب بتاعي الفعل بتاعي زائد كمان ing دايما بنرسمه فيه شكل ده عشان ما ننسهوش طيب ده المضارع المستمر بيكون من am أو is أو are وفعله ing طيب حلو قوي باستخدمه امتى؟ استخدم المضارع المستمر للتعبير عن أحداث تقع الآن لأول استخدماته فاحنا ممكن نقول مثلا we are watching a tv program now نكتب الاستخدام لو بس دينا اللي اني في عندنا R والفعل و ing بدا طبعا مدارع مستمر وبكتب الاستخدام كم من am أو is أو are وفعله ing تمام؟ طبعا we بتاخد R am بتاخد I I am playing he is playing she is playing they are playing we are playing بيعبر عن اي؟ بيعبر عن حدث يقع الآن بدا حدث يقع الآن باستخدم مضارع المستمر كمان للتعبير عن future arrangements يعني future arrangements اللي هي ترتيبات المستقبل فانا ممكن استخدم مضارع A المستمر لترتيبات المستقبل ترتيبات A المستقبل يعني ترتيبات المستقبل يعني future arrangements طيب اديني مثال اقولكم مثلا انا هنا عبرت عن ايه عن شيء انا مركتب اللي في المستقبل وتعالوا احنا نكتب مثلا tomorrow عشان يبقى باين ان الحدث سيقع غدا يبقى meeting the boss at 5 tomorrow سوف اقابل boss at 5 هنا ده مدارع مستمر مثال ING حدد لي ايه؟ كلم عن ترتيبات المستقبل اديني وقته هيحدث فين اديني حدث في وقت معين في المستقبل تمام فانا قلت ام meeting the boss at 5 tomorrow سوف اقابل مركتب ان انا هقابل boss at 5 tomorrow بيستخدم طبعا مدارع المستمر لي احداث مؤقتة الاحداث الايه؟ المؤقتة ينهي احداث مؤقتة اللي هي بنقول عليها temporary actions temporary actions طيب خلينا نقول نفكركم به present simple وقلنا ان present simple بستخدمه لما اجا اتكلم عن احداث ثابتة في المدارع ثوابت المدارع فانا قلت I live in care وانا عايش في القارة ده شيء ثابت الى حد الماء طبعا لكن في المدارع المستمر لا العكس بتاع الكلام ده حدث مؤقت مش ثابت انا هنا عايش في القارة I live present simple لكن في present continuous بقول مثلا I'm staying in Alex for a week انا مقيم في الغرداء for a week I'm staying انا مقيم for a week بس just for a week لأسبوع فقط فده حدث مؤقت يحصل في الأسبوع ده بس مثلا ممكن اقول I'm studying I'm studying French انا بدرس فرنش I'm studying French nowadays I'm studying French nowadays انا بدرس فرنش في هذه الفترة وفي هذه الاونة الحدث بتاعي الثابت بتاعي مثلا I study English مثلا يعني I study English كده ده present simple يعني حاجة ثبتة انا بدرس الإنجلش I study English ده وليكن ده تخصصي فانا بقول I study English لكن في الفترة دي nowadays I'm studying French I'm studying French فهده شيء ايه او حدث مؤقت حدث مؤقت في المدارع فقلت I'm studying tomorrow انا هتفى الاسكندرية باستخدمه كمان لتعبير عن الأحداث المؤقتة فانا ممكن اقول I'm staying in Alex أنا مقيم بس في اسكندرية I'm staying for a week بيستخدم كمان للتعبير عن المضايقة لتعبير عن المضايقة وساعتها باستخدم معا always مثلا في حين انه always الطبيعي ان احنا بنشوفها في present simple لكن بتستخدم هنا مع present continuous فاقول مثلا I'm ممكن اقول مثلا you are always interrupting me يعني you are always interrupting me ممكن اقولك مثلا you are always you are always punishing me انت دايما بتعقبني you are always punishing me فانا استخدمت always قبل ing أو الverb اللي متدفل ing للتعبير عن المضايقة you are always writing on the wall انت دايما بتكتب على الحطان انا متضايق منك فاقولك you are always writing on the wall you are always throwing rubbish in the street you are always throwing rubbish in the street ده استخدامات المدارة المستمر المدارة المستمر من الازمين المهمة لازم ناخد بالنا برضو من استخداماتها في عندنا بعد كده past continuous ده past continuous اللي هو الماضي المستمر تعالوا نكتب الشكل التاعه والform الشكل والاستخدام اسمه طبعا ده past past continuous اللون الماضي المستمر ما اعملوا من was were plus زائد a زائد البرب التاعي plus ing j okay طبعا past continuous من الازمينة برضو المهمة لازم اخد بالي منها استخدامات وايه بقى تعالفين ان واس بتيجي مع المفرد كل المفرد where بتيجي مع كل ايه الجمع ممكن تيجي مع اي ايه بواز تيجي مع اي وذي اواز اي وهي وشي وإيت والمفرد فانا اي وهي والشي وإيت والمفرد لكن where بتيجي مع الجمع كله فانا ممكن اقول ذي وي ويو والجمع الماضي المستمر بيستخدم ليه التعبير عن احداث اطول في الماضي احداث اطول في الماضي فانا ممكن اقول ايه مثلا ممكن اقول i was watching i was watching tv all the day طوال اليوم اليوم بالامس لو بصينا على الجملة هنلاقي اني i was watching tv طبعا ده فعل في الماضي المستمر تمام was والفعل ing was والفعل ing بيعبر عن ايه الماضي المستمر بيعبر عن حدث اطول في الماضي بيعبر عن حدث اطول فين في الماضي all the day or so day طيب حلوة اوي تعالوا كده احنا نشوف ايه التعبيرات اللي ممكن تجيلي في الامتحان وانا ممكن اعرف منها ان ده ماضي مستمر قال لنا لو انا عايز اقول طبعا حد في دماغك انه هو بيستخدم التعبير للتعبير عن احدث اطول في الماضي فهتلاقي معاك all مثلا all مثلا the last night طوال الليلة الماضية all the last night فهنا نعيز اعبر عن حدث اطول في الماضي ممكن اقول مثلا from five to nine yesterday من خمسة لتسعة مبارح حدث اطول from five to nine ممكن اقول at this time tomorrow في الوقت ده مبارح انا كنت مستمر في هذا كذا تمام؟ تعالوا نكتب التعبيرات دي فهنا ممكن اقول مثلا at this time tomorrow في نفس الوقت ده غدا yesterday at this time yesterday في نفس الوقت ده بالامس ممكن اقول كمان at five yesterday at five yesterday ممكن تبقى last night ممكن اقول from five to nine من خمسة لتسعة yesterday or last night last week ممكن اقول all the day طوال اليوم all the day yesterday or last night تمام؟ فهتلاقوا ان كل التعبيرات at this time yesterday في نفس الوقت ده مبارح او ايه؟ انا ذكرت ولا كنت بذاكر في نفس الوقت ده مبارح انا كنت بذاكر او الملاقي نفسي يعني دي حاجة يعني هتعرفني ان انا استخدم past simple or past continuous لو انا لقيت نفسي بقول كنت بعمل كذا يبقى على طول automatically هاعرف ان انا بستخدم والمفروض ان انا استخدم past continuous ماضي مستمر فالمفروض ان انا اقول مثلا at this time yesterday I was watching the match انا كنت بتفرج عالمات from five to nine من خمسة لتسعة انا كنت بذاكر I was studying طب عايزة اقول مثلا at this time tomorrow في نفس الوقت ده مبارح مثلا انا كنت مثلا بنظف الشقة يبقى at this time tomorrow at this time yesterday فهقول ايه at this time yesterday I was cleaning the flat يبقى ممكن اقول خدوا بالكم ان احنا بنقول يصدي مش tomorrow tomorrow day حاجة هكون بعملها في المستعمل at this time yesterday في نفس الوقت ده مبارح from five to nine yesterday من خمسة لتسعة مبارح all the day yesterday تولي اليوم بالامس كل دي تعبيرات باستخدمها مع الماضي المستمر يبتعبر عن حدث اطول في الماضي الماضي المستمر بيستخدم بيكون من was aware والفعل ing الماضي المستمر بيجي معاه مجموعة من time connectors اللي هي الروابط الزمنية كتير قوي بقى هلاقي نفسي محتاج ان استخدم يعني اقول لك مثلا بينما انا كنت بذاكر مثلا والدي وصل بينما انا كنت بذاكر تعال نكتب التعبير ده او الجملة دي بيقول لنا why بينما انا كنت بينما انا كنت بأواز بذاكر ماضي ايه ماضي مستمر وبعد while جي ماضي مستمر while i was studying اللي حصل my father where lady arrived وصل طبعا هنا حيوضح لنا ان في رابط الجملة دي بتوضح لنا فيه رابط اللي هو while و جي بعدين منه past continuous was studying وبعدين past simple طبعا احنا عارفين انه while القاعدة بتقول لنا انه while و as just as كل دول بيك بعضهم ماضي مستمر اللي هو was aware و الورب التاعي plus ing ده ماضي مستمر وبعد كده بيكون عندي ياما past simple ياما past continuous زي الاولان ياما past simple past simple ياما past e past continuous past continuous okay فانا ممكن past continuous زي الاول فانا ممكن اقول while i was studying while i was studying while i was studying my father arrived past simple ممكن اقول while i was studying i was studying my mother was cooking past continuous الاثنين past continuous بينما انا كنت بذكر موما كانت بتطبخ الاثنين في الماضي المستمر تمام ان الحدثين كانوا مستمرين مع بعض في نفس الوقت طبعا وين عكس الكلام ده وين بيكون بعدها past simple ماضي بسيط وبعد كده بيكون عندي اما ماضي بسيط زي الاولاني اما ماضي ايه مستمر يعني مثلا ممكن اقولكم مثلا when my father arrived when my father arrived عندما وصل والدي اللي حصل او اللي كان بيحصل ياما اقول we مثلا greeted him اه ياما اقول we were we were كنا we were مثلا watching the match كنا بنتفرغ على ال match اكي ده بالنسبة لي when في عندنا during during معناها اثناء وبيجي بعدها noun during بيجي بعدها اسم معناها اثناء من ضمن الروابط اقول لك مثلا بيجي بعدها اسم اهو اقول لك مثلا during the film اثناء الفلم during the film اثناء الفلم اه i was i مثلا sleeping continue تمام جي بعد during اسم وبعد كده الجملة التانية هتكون past continuous ماضي مستمر او برضو ماضي بسير خلصنا من الماضي المستمر في عندنا كمان المضارع التام المضارع التام هو زمن باختصار بيربط ما بين الماضي مع المضارع بربط لنا زمنين مع بعض لو عندي احداث بدأت في الماضي واستمرت لغاية دلوقت فانا باستخدم ماضي مضارع تام لو عندي فعل حصل في الماضي بدأ في الماضي واستمر حتى الان فأنا بستخدم مدارع تام present perfect تعالوا كده احنا نشوف شكل عامل ازاي إذا present perfect المدارع التام بعمل المدارع التام من have أو has plus the past past have أو has والتصريف الثالث طبعا هف بتيجي مع i و they و you والجامع هز بتيجي مع he و she و it والمفرد طبعا بستخدم المدارع التام للتعبير عن احداث 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 بدأت في الماضي واستمرت حتى الان يبقى التعبير عن احداث بدأت في الماضي واستمرت حتى الان فانا ممكن اقول مثلا i انا بدرس مثلا انجليش من الماضي من زمان من ساعة ما كنت مثلا في kg1 لغاية دلوقات فاقول i have studied english i have studied english for مثلا nine or ten years for nine or ten years منذ عشر سنة خلاص طبعا مدارع التام present perfect حدث بدأت في الماضي واستمر حتى الان يستخدم المدارع التام للتعبير عن احداث انتهت منذ فترة قصيرة احداث انتهت منذ فترة قصيرة فانا ممكن اقول ايه او احداث انتهت منذ فترة قصيرة فانا ممكن اقول ايه ممكن اقول لكم مثلا i have just arrived ليس واصل حالا i have i have اختصار لhave apostrophe ve i have just arrived يعني انا ليس واصل حالا حدث هنا وقع منذ فترة قصيرة جدا استخدم المدارع التام كمان للتعبير عن حدث او احداث انتهت احداث انتهت في الماضي ولا زال لها تأثير في المدارع ولا زال لها تأثير فين في المدارع او اكي فانا ممكن اقول لكم مثلا he has made an accident she has cleaned the flat او the room هي نظفت الشقة لو بصينا على الجملة هنلاقي ان هي present perfect مدارع تام بعبر عن حدث انتهى في الماضي وتأثيره ما زال موجود ده معنى ان الشقة still clean is still clean ما زالت نظيفة كمان باستخدم طبعا مدارع التام للتعبير عن to express experience للتعبير عن الخبرة فانا مثلا عندي انترفيو وبكلم عن خبرتي فأقول لكم مثلا I have I've worked عملت I've worked as a translator كمترجم مثلا for fifteen years I've worked عملت مش هقول لي ما ينفعش او استخدم ماضي بسيط ان انا بكلم عن الخبرة اللي انا عملت ده بالنسبة لي المدارع التام المدارع التام مدارع التام له بعض time references التعبيرات الزمنية اللي بتيجي معاه زي since before زي just already whenever زي ever زي yet كل دول تعالوا ناخد عليهم بعض example طبعا هو اول حاجة ناخدها هو الفرق ما بين since و for since طبعا بيجي بعدها بداية حدث بيجي بعدها ياما بداية حدث ياما تاريخ هو التاريخ برضو اطبع بداية حدث ده بالنسبة لي since for بيجي بعدها مدة محددة فانا مثلا ممكن اقول لكم since مثلا ياسو داي منذ الامس since yes a day منذ الامس ده بداية الحدث ممكن اقول لكم since مثلا 2010 منذ الالفين و عشرة طب لو انا عايز اقول for يعني انا قلت since yes a day لو عايز اقدي نفس المعنى باستخدام for منذ الامس يبقى اقول for لمدة a day يعني for معناها لمدة since معناها منذ منذ الامس يبقى لمدة كام for a day او one day لمدة يوم طب since 2000 and 2 وحنا دلوقتي 2019 يبقى for لمدة كاما سنة for nine years مدة تسع سنوات لو قلت مثلا since last week منذ الاسبوع الماضي فانا ممكن ساعتها اقول for لمدة a for a week صح؟ لمدة اسبوع احيانا ممكن استخدم التعبير ده واقول for the last week for the last week يعني انا لو قلت since last week منذ الاسبوع الماضي ممكن اقول for a week when I met her since I graduated منذ ان تخرجت منذ ان تخرجت فهنا باس past a past simple since I graduated منذ ان تخرجت جي بعد since جملة لو جي بعد since جملة الجملة دي تبقى past simple ماضي بسيط لكن اللي لعب لها مضارع التعام present perfect في عندنا yet و yet بتيجي في نهاية السؤال وفي نهاية الجملة المنفية فانا ممكن اقول لك have you finished your homework yet هل انتهيت من عمل واجبك حتى الان have you finished your homework yet جات في السؤال فتقول لي I haven't no I haven't finished my homework yet حطت ال yet في جملة منفية في نهاية الجملة المنفية ده بالنسبة لي تعالوا نكتب the examples دول فقال لنا اني yet اهي yet بتيجي في نهاية ال a ال question بتيجي في نهاية السؤال yet بتيجي في نهاية الجملة المنفية negative negative sentence لكن هنا بتيجي في نهاية ال question فانا ممكن اقول لكم have you finished your homework yet totally no I haven't finished my homework yet I'll have you finished yet yet فتقول لي no I haven't finished yet I haven't I haven't finished yet فهيت لو احنا خدنا بالنا جات في نهاية السؤال و جات في نهاية الجملة المنفية في عندنا just we already whenever ثلاثة دول بيجو ما بين have أو has have أو has بالأول وبعد كده الباسبات بالبعد التصريف رقم ثلاثة طبعا ممكن اقول I have just arrived يعني I have just arrived يعني لستواصل حالا I have just arrived ممكن نقول مثلا she has already cooked already cooked أولوكم مثلا I have never traveled to America في عمدي كمان ever ever بتيجي فين في السؤال بيجي أبلها have أو has وبعدين subject بتاعي وبعد كده ever will pass possible التصريف التالي أقول لكم have you ever traveled has she ever cooked أوكي طبعا فيه و lately حديثا أو مؤخرا فيه بعد كده عندنا past perfect الماضي التام الماضي التام طبعا هو زمن يعني من ضمن العزمينة اللي هي بتساعدنا كتير بيكون هاد والتصريف التالت هاد والتصريف التالت هو بيرتب لنا بس أحداث الماضي يعني لو عندي حدثين في الماضي حدثين في الماضي الاتنين حصلوا في الماضي بس في واحد حصل قبل التاني فقال لنا بيتدخل ساعدتها الماضي التام ويقول ويستخدم الروابط بتاعته ويقول إن الحدث الأول هيكون ماضي تام الحدث اللي وقع في الأول هيكون ماضي تام فأنا مثلا ممكن أقول I watched the match I watched the match ده حدث الأول ثم بعد ذلك ده كان مبارح I watched the match yesterday وبعدين I went to bed I went to bed بعد كده حلونا حبيت أستخدم الماضي التام فهرتب أحداث الماضي تعالوا نشوف بس كده الشكل بتاعه الأول وبعدين ناخد عليه ماضي التام اسمه the past perfect ذه past perfect اللي هو الماضي التام بيكون من had plus the past possible had وتصريف التالي طيب حلو جدا طبعا أنا دلوقتي عايزة عارف استخدمات بتاعته قالينا يستخدم للتعبير عن حدث للتعبير عن حدث وقع قبل آخر في الماضي يعني عنده حدثين وحصل قبل التاني فبحط الأولاني ماضي تاني والتاني بيكون ماضي بسيط تعالوا احنا نشوف example مثلا بيقول لنا first نحن بيقول first I watched فرقت I watched the match فرقت على المباراة بعد كده بيقول then بعد ذلك I went to bed I went to bed فانا عنده حدثين حدث الاول اللي هو which ده الحدث الاول بتاعي وwent ده الحدث التام قالينا لو حبيت استخدم او ارتب الاحداث دي فاستخدم مدام الحدثين في الماضي فالزمن اللي هيرتب لنا الاحداث دي هو الماضي التام الماضي التام لما بيتدخل بيتدخل بالروابط بتاعته اللي هي after before as and as by the time فانا لو عايز اقول after after معناها ايه after معناها بعد بعد ما عملت ايه بعد ما تفرجت على الماضي شنمت صح كده ان ده الحدث الحدث اللي حصل الاول فانا هقول after I watched قالينا لا مدام استخدمنا جنود الماضي التام مين جنود الماضي التام اللي هي after before as soon as by the time قالنا فاحنا لازم نطبق القعدة ان الحدث الاول يكون ماضي تام طب فين الحدث الاول اللي هو watched نخليه ماضي تام يبقى had watched after I had watched after I had watched the match بعد ما تفرجت على الماتش اللي حصل I went to bed يفضل الحدث التاني في الماضي البسيط زي ما كان فانا عملت ايه دلوقتي او لما وصلت جنود الماضي التام اللي هي after او before او by the time او when او غيره فانا بحط ايه ببدأ ركتب الاحداث بتاعتي فالحدث الاول الماضي تام هذا تصريف التالت الحدث التاني يفضل زي ما هو ماضي بسيط فهذا حدث اول ماضي ماضي تام حدث التاني ماضي بسيط ايه هما جنود الماضي التام اللي هما لما بيتدخلوا لازم نطبق ترتيب الاحداث ونحط الحدث اول ماضي تام والحدث التاني ماضي بسيط قال لنا after نقول لهم after طبعا after معناها بعد في عندنا before معناها قبل في عندنا as and as وفي عندنا by the time وفي عندنا when وفي عندنا no sooner قال لنا as and as وafter بيجي بعدهم الحدث الاول اللي هو بيكون ماضي تام ماضي تام اللي هو الماضي تام هذا وتصرف التالت وبعد كده بيكون عندي حدث تاني اللي هو past simple past simple ماضي بسيط بالنسبة before by the time اللي بادئين بال b فهيجي بعدهم الحدث التاني اللي هو past simple عكس الكلام اللي فوق past simple ماضي بسيط وبعد كده بيكون ماضي تام ماضي تام had وتصرف التالت طيب تعالوا احنا نستخدم as soon as في جملة وبعد كده نغير before هنوثا نقول لكم as soon as as soon as I had I had I took ash hour فالحدث الاول ماضي تام اهو had وتصرف التالت بعد as soon as حدث اول وبعد كده ماضي بسيط طب لونا حبيت استخدم after اللي انا after هتكون نفس الكلام ما هي after as soon as واحد فهقول after I had arrived I took a shower طب لو حبيت استخدم before فهقول before before ايه بقى I took a shower I had arrived بايزة نفس الكلام زي before في عندنا no sooner than no sooner than وعندنا hardly وفي عندنا scarcely خالي بايزة قالينا no sooner بيجي بعدها آم هاد الاول وبعدين الفاعل وبعدين التصريف التالت يعني no sooner had had he arrived, no sooner had they finished, had والفعل وتصريف التالي وبعدين than بيجي بعدها ماضي بسيط, past simple, past simple. يبال no sooner had he arrived than he مثلا found his mother مثلا. Hardly نفس الكلام, hardly had والفعل والتصريف التالي. scarcely نفس الكلام, had والفعل والتصريف التالي. وبعدين when past simple وهنا when past simple. يبقى hardly had he finished when we arrived مثلا. طيب في طبعا عندنا ممكن استخدم no sooner في الاول زي كده و hardly و scarcely في الاول بيبقى نفس القاعدة اللي احنا شرحناها. لكن لو حبيت ابتدي الجملة عادي وخلي no sooner or hardly مش في الاول فهقول I had no sooner finished عملت ايه دلوقتي؟ حطيت no sooner في النص ما بين had والتصريف التالي. يبقى لو بدأت ب no sooner في الاول يبقى بالشكل ده. had وبعدين فعل وبعدين past possible. لكن لو حطيت no sooner في النص اللي انا بتيجي ما بين had والتصريف التالي. وبعدين then وطبعا بعد كده ماضي بسيط. ماضي بسيط. يعني اقول لكم I had no sooner finished than she came مثلا. than she came. نفس الكلام مع hardly و scarcely اقول I had hardly finished. I had scarcely finished. وبعدين حط وين و past a simple. عندنا till و until. till و until. بيجي طبعا قبلهم past simple ماضي بسيط. واخد معنى النفي. ممكن يبقى امام فيه واخد معنى النفي. وبعدين بيكون عندي had والتصريف التالي ماضي تاني. يعني اقول لكم مثلا. I didn't leave. لم اغادر. until حتى ان انتهيت. ما هي. till و until معنى هم حتى. يبقى I didn't leave until I had finished. until I had a finished. اوكي. طبعا احنا عزائي دي الازمنة اللي هي الاساسية اللي معانا. في معانا بعد كده. هناخد how to make a question. ازاي نعمل سؤال. و how to change into negative. ازاي نحاول للنفي. وفي معانا مجموعة اخرى من الازمنة. في معانا present perfect continuous. وفي معانا كمان past perfect continuous. وفي معانا future continuous. وفي معانا كمان future perfect. دول هنتعامل فيهم معاهم ان شاء الله في حلقة جديدة المرة القادمة. نشوفكم على خير ان شاء الله. تمنى ان انتو تكونوا استفدتم الحلقة. ودو انتو كل الملاحظات اللي احنا قلناها. I wish you good luck and bye bye.